موسيقى ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ جولة اليوم من ردود الفعل الواسعة التي أثارتها حلقة حلوى يدنيا يوم أمس باستضافة الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم حيث تحدث عن تجربته الشعرية خاصة مع الشيخ إمام كما تحدث عن مصر والدول العربية والأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط معن الخزالة عبر بطريقته الخاصة وبكلمات مقتضبة عن سعادته لاستضافة رؤية للشاعر نجم قائلا في تغريدة عبر تويتر صوت الضمير نصير الفقراء إيماءة الاطمئنان والأمل هيجان السوار واحتساب المعتقلين أحمد فؤاد نجم أمجد بريزات أعرب عن تأثيره أو تأثيره بمجريات الحلقة حيث خاطب رؤيا قائلا صباح الخير جمعة مباركة فعلا حلقة اليوم أدمعت عيوننا الشاعر وهو يذكرنا بأم الدنيا مصر والتقرير من رام الله منذر وهذه أشادة بالتجربة التي جمعت بين الشاعر نجم والشيخ إمام بقوله الله على استضافة الأستاذ أحمد من أجمل من كتب للشيخ إمام أما حمزة الشقيري فأشاد بقول نجم إن الدنيا حلوة لولا وجود إسرائيل حيث قال حلوة يا دنيا لولا وجود إسرائيل أجمل ما سمعت اليوم برافو حنين عبيدات أشادت بالحلقة التي أضحكتها وأبكتها على حد وصفها حيث قالت في تعليق لها على الفيسبوك حلقة هي الأرواع من حلوة يا دنيا اختلطت فيها الضحكة والدمعة حلقة عربية أجمل ما فيها الرائع الصادق أحمد فؤاد نجم من الشاعر ننتقل إلى السياسة حيث نشرت صفحة رؤية الإخبارية على الفيسبوك يوم أمس أو عفوا أمس الأول خبر عن المذكرة النيابية التي وقعها 17 نائب لحجم الثقة عن حكومة الدكتور عبدالله نصور وقد تبناها النائبان علي سنيد والدكتور عساف الشوبكي على أن يتم طرحها على جدول أعمال الجلسة في جلسة يوم غد الأحد هدايا المسعيد علقت مشككة في جدية الطرح بقولها لو النواب مع الشعب كان حجبوا ثقة وما سمحوا برفع الأسعار وتجويع الشعب ميجا ظل اعتبرت أن يوم الأحد سيأتي ليرى الشعب النتيجة حيث قالت إن الأحد لناظره قريب سنرى وين آخرتها أنا خايفة إنها تصير مثل تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي موسيقى موسيقى